اهلا بكم في ابرز عنوين المسائية الليلة مزوار يستقل من منصبه كرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد بلاغ الخارجية ضمن ما جاء فيها الحكومة تشجب التسارف الغير مسؤول لمزوار معلقا على الوضع الداخلي في الجزائر على ضوء رسائل الخطاب الملكي الأخير أمام أعضاء غرفتي البرلمان سؤال المسائية كيف يمكن للمؤسسات البنكية أن تدعم الشباب المقاول وضيف النشر رئيس مؤسسة إنماء لتمويل المقاولات الصغرة بنحو 77% من الأصوات قصر قرتاج في عهدة رجل القانون قيس السعيد رئيسا لتونس تفوق على رجل المال والإعلام القروي حصل على 23% من الأصوات ولا صوت يعلو على سفير الحضرات المطبخ يحتفى به في مراكش أكثر من 40 بلدا في ملتقى الأدواق والمطبخ الكوري ضيف الشرف أهلا بكم إلى تفاصيل المسائية صلاح دين مزوار يستقل من منصبه كرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستقل بعد بلاغ وزارة شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ضمن ما جاء في هذا البلاغ الحكومة تشجب التصرف الغير مسؤول لصلاح دين مزوار الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد حاليا بمراكش يوسف الحميدي معه التفاصيل حكومة صاحب الجلال تشجب التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور لصلاح دين مزوار الرئيس لاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمة بالخارج أفاد أن هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية خاصة وأن مزوار تحدث عن الوضع في دول المنطقة المغاربية خلال حضوره أشغال النسخة الثاني عشر من مؤتمر السياسة العالمية الذي افتتح أمس السبت في مراكش مؤكدا أن الجزائر لن تعود إلى الوراء في تعليق على الأوضاع في هذا البلد على السلطة العسكرية أن تقبل باقتسام السلطة الحل بالنسبة إلى الإشكالية الجزائرية اليوم هو جر السلطة الجزائرية إلى قبول حل اقتسام السلطة الدبلوماسية المغربية أكدت أن الاتحاد العام لمقاولة المغرب لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولسيما التطورات في هذا البلد الجارة مضيفا أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابث وهو أن المملكة قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر والمغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشدوى هذا البلد الجارة ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان وفي رسالة إلكترونية توصل بها أعضاء الاتحاد العام لمقاولة المغرب أعلن صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة الاتحاد اليوم الأحد مزوار أكد أنه اتخذ قرار الاستقالة لأسباب شخصية وتوصلت اليوم الثاني على توالي أشغال الملتقى الدولي الثاني عشر للسياسات العالمية وضمن المحاور التي نقشت اليوم التكنولوجيا الحديثة في ظل عالم متغير يعيش زخما في الأحداث لحسن هبان ومهدي بخاري من مراكش مؤتمر السياسات العالمية اجتماع تشاوري في سياق سياسي دولي حافل بالأحداث وتحديات ندوة اليوم حظيت فيها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بحيز هام من النقاش مع وصول تقنيات الجيل الخامس ستسرع الوصول إلى المعلومات من خلال هاتفك الذكي يمكن أن تتصفح أكبر مكتبة في العالم التقنيات وتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال ستمكن من مضعفة سرعة الوصول إلى المعلومة بشكل كبير وتأتي الدورة الثانية عشر لمؤتمر السياسات العالمية هنا في مدينة مراكش في وقت يعيش فيه العالم وازمات كثيرة منها اليوم ما يتعلق بالمعطى التكنولوجيا يجب أن نعلم بأنه سبق أن تم اعتماد أنظمة طباعة ثلاثية الأبعاد من أجل صنع أجزاء محركات أريان ما يمكن من تقليص مدة وتكلفة الإنتاج وتتواصل جلسات النقاش هنا في مطمر السياسات العالمية الذي يدوم ثلاثة أيام لبحث مختلفية التحديات وتحيد الجهود لمواجهة كل الأزمات في العالم في الخبر الاقتصادي تشكل اليوم المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو 90% من النسيج الاقتصادي الوطنية وأمام هذا المعطى رقم آخر أكثر من 40% من ساكنة المغرب هم شبابة ولمساعدة الشباب المقاول القطاع البنقي مدعو اليوم لتيسير القرود ومرافقة الشباب المقاول من بين الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير أمام أعضاء غرفتي البرلمان خالد نجدي ومهدي بخاري خطاب مهم حمل رسائل عديدة أكد وصف محللون اقتصاديون الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان مؤكدين أنه سلطت ضوعة المسؤولية الاجتماعية للقطاع البنكي والمالي ودعه إلى الانخراط في الدينامية والجهود الرامية إلى خلق التنمية ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة للدخل اليوم تمت توجيهات واضحة ودقيقة وأعتقد أن إنجاحها يستلزم اتصاقا بين بنك المغرب والأبناك التجارية وهذا الاتصاق يكمن في مراجعة النسب القدر على الدفع من قبل بنك المغرب الخطاب الملكي جسد مرة أخرى حسب المحللين الاقتصاديين العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعوة جلالته الأبناك إلى تسهيل ولوج الشباب المقاولة الحامل للمشاريع إلى القروض والتمويل البنكي الأبنك المغربية تكيفت مع تمويل المقاولات الكبرى والقروض الممنوحة للأشخاص لكنها غير متكيفة مع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك لأنها تعتمد أنظمة ضمان غير منسجمة مع ما يمكن أن تقدمه المقاولات المتوسطة والصغرى من ضمانه فهي لا تخاطر وأعتقد أنه علاقة بهذا الأمر جاءت دعوة جلالة الملك للأبنك والتي يتعين عليها اليوم الاطلاع بأدوارها أكيد أن الأبنك في الدول الصعيدة والنامية أمامها فرص عديدة وأدوار دات جدوى يتعين عليها الاطلاع بها وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن تحدد دورها وأن يكون لها إسهام المحللون الاقتصاد ينكد أيضا أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة مواكبة الأبناء للخريجين والانفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل 90% من النسيج الاقتصاد الوطني ويحضر ضيفا معنا في المسائية الأستاذ عبدالعزيز الرمانية مختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية أنتم أيضا وأهلا بكم رئيس مؤسسة إنماء لتمويل المقاولات الصغرى هذه المؤسسة المتواجدة منذ أزد من 20 سنة إذن استمعنا إلى أراء خبراء في الاقتصاد نخاطب فيكم رجل الميدان باعتباركم مسؤولا لرئيس مؤسسة لتمويل مقاولات الصغرى اليوم بعد الخطاب الملكي الرسالة واضحة للقطاع البنكي مدعو لمساعدة ودعم المقاول الشاب كيف يمكن أن يحمل هذا المقاول مشروعه ويتوجه إلى مؤسسة أو مصرف بنكي رسالة موجهة للجميع والجميع معني واطنين شباب حكومة مجلس البرلمان وأيضا القطاع الخاص خاصة القطاع البنكي إذن نحن أمام ورش كبير ورش له ثقنه له وزنه ولكن يجب أن تصاحبه بعض الكلمات القوية التي أعلن عنها الملك لإنجاحه لا بد من هذه الكلمات الكلمات التي توقض مشاعر المسؤولية مشاعر مسؤولية جدية تعبئة اليقادة والمحاسبة أيضا هذه الكلمات مشي شاهلين هذه الناس المعنيين وهذه الجهات المعنية بالتوجيهات الملكية أو بالورش الملكي الهام يلعبروهم ووزنوهم في الميزان يعرفوا التقل ديالهم والحجم ديالهم وشعال إذن كل مدعو لإنجاح هذا المشروع لأننا ندخل مرحلة جديدة مرحلة تتسيم بالتوجه نحو النموذج التنمية الجديد مرحلة أيضا تتسيم بما قال عنه الملك أنه عقد اجتماعي وعقد أخلاقي وعقد سلوكي إذن هذه هي المسؤولية وعليه فلا الأبناء التي ستنفتح على هذا المشروع من طبع الحال يجب أن تنخريط بجدية وبمسؤولية في المشروع من أجل خلق هذه الديناميكية مع الشباب ولكن أيضا على الجهات المستفيدة من هذا الانفتاح اللي هما الشباب المقاولات الصغرى المقاولات المصدرة وأيضا جموع المواطنين عليهم أن يتحلوا أيضا بالالتزام ضمن هذه الفلسفة وضمن هذه الرؤية الملكية استمعنا جميعا للخطاب الملكي ولمضامين الرسالة أو الرسائل الملكية اليوم مجموعة من الشباب يطرقون أو يحاولون إنشاء مقاولة صغرى أو متوسطة وكنت تكلموا أن المقاولة صغرى أو المتوسطة تشكل 90% من نتيجة الاقتصاد الوطني فيه رخصهم يتوجه وكل قصة يقدم لي المساعدة يعني أخذ الأفكار أكيد أن الشباب عندهم أفكار مشاعر ينشأ المقاولة ينجح بهذا المقاولة سهلت علي المهمة من تكلمتي بالدريجة لكي ننخلط معك فيها لماذا؟ لآن لدينا شباب مخرج خريجين في إطار المشروع الضخم في إطار الجامعات وما تكونوا من مهان وأيضاً هم طواقون وراغبون في الاستفادة من تمويلات من طبيعة الحال كيوجدوا واحد العائق في الأبنك هي الضمانة مثلاً هي الضمانة هي الرهنة تحطوا واحد الضمانة؟ بالضبط هذا الرهن وهذا كذلك لأن البنك يهدف إلى الربح من طبيعة الحال وبالتالي خصو يضمن استرجاع الأموال ولكن رسالة الملكية واضحة جداً الأبنك لا تبحث فقط لا تبحث فقط على الزبون اللي غدي يدخل لها الربح فقط من مفهوم الربح فقط بالمسبة للمؤسسات الأخرى اللي منها اللي كانت رأس أنا يعني عشرات المؤسسات ما تديرش هذه الضمانات ولكن سعيب عليها تزكل شيء على المستوى العام إذن لا بد من شراكة كيدخل فيها الحكومة كيدخل فيها الأبنك كيدخل فيها بنك المغرب كيدخل فيها صندوق الضمان المركزي هذا بإضافة تماماً CCG وهذا صندوق إلى خلقة هذه الشراكة غد تعتمد على توجه جديد للضمانات ليس والتوجه السابق اللي كان نعتمدوه واللي نجحناه في الكثير من المشاريع ونجحت أكثر من 80% من المشاريع بفضل هذا التوجه يعني النجاح ممكن ممكن إلى دراسة الجدوى كانت جيدة واشرفوا عليها خبراء لهم دراية بالميدان وإذا كانت المصاحبة والمواكبة المصاحبة اللي له المواكبة مهمة باش تتبع المشروع من الأول تلخر وهذا شيء دونها ونجح في الكثير من المناطق لأنه علش غير يفشل المشروع إلا دمنتينه التسويق إلا دمنتينه المواكبة يعني يسترطي الطريق قدامه وبالتالي لما كيبدأ عنده مردودية وأدى كيرجع الفلوس في إطار الالتزام من طبعات حال عبر بتهيلات الممكنة حسب التفاوض وحسب الملف وحسب المدى تجريب تكون في مقاولة صغرى في مقاولة صغرى هذه التجارب من طرح تحل ناجحتها إذا تحل المواطن مستفيد من الدين بالالتزام بحس الالتزام وقد قالها جلالة المالك لابد لها جهة أيضا وتوسيع الجهة نحو المواطنين الآن ارتفعت الحسابات البنكية بثلاثة مرات بقى فقط أن على الأبناء أن تنبدأ ذلك تلك السلوكات وتلك التصرفات التي تعيق بها التعقود في المساطر التي يعقوا بها الاستفادة المواطنين وبالتالي هذا الواجهة نخرط فيه واستفادة من الشباب رح نتكلم على أكثر من 40% من الشباب ومقاولات صغرى وما تنسيش اللي رأيها الآن في إفريقيا عدنا بنيات احتياء قوية لا بنكية ولا تأمينية ولا مقاولاتية يعني الجهات اللي غتبغي تصدر لإفريقيا ستجد أماما عتبة النجاح على الأقل بينا وليست غامضة بالنسبة للمغرب نفتحها مجال تكوي المهني والقانون الإطار الآن المضع دي للتعليم نفتحها على المهن الحديثة سواء المهن التكنولوجية والمهن الإعلامية والمهن المرتبطة بالصناعة والمهن غير ذلك هذه مهن جديدة ضامنة للنجاح والأبناء لما توجد قدام دراسة الجدوى جيدة بالزمن وبالأداء وبالمردودية وبالتمويل وبالحجم وبكفاءة الشباب اللي غيرين خارط فيها وبشراكات الجامع وبضمانات البنك المركزي وبرقابة بنك المغرب عليش ما نجح شهر المشروع ما يمكنش ما ينجح إن شاء الله وإن ينجحها الورش الكبير وشباب يحضون بدعم المؤسسات البنكية في البرحلة الجديدة شكرا لكم أستاذي عبد العزيز الرماني رئيس مؤسسة إنماء لتمويل المقاولات الصغرى أنتم أيضا مهتم ومختصة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك جددت جامبيا اليوم دعمها القويل المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا قابلا للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في الحدثي الدولي بمنطقتنا المغربية بنحو 77% من الأصوات قصر قرتاج بات في عهدة الخبير في القانون الدستوري قيس السعيد رئيس تونس الجديد بقوة صناديق الاقتراع تفوق على رجل المال والإعلام نبيل القروي حصل على 23% من الأصوات وفق أرقام غير رسمية مصدرها هنا مع حدين متخصصين أما نسبة المشاركة فقد تجاوزت 57% التفاصيل معك خالي النجدي قيس السعيد هو ساكن قصر قرتاج الجديد وذلك بعد حصوله في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية على نحو 77% من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي الذي حاز على نسبة 23.1% قيس سعيد وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه أكد أن بلاده تدخل مرحلة تاريخية جديدة وأنه سيكون رئيسا للتونسيين كافة وأشار إلى أن من أولوياته ترجمة مشروعه على أرض الواقع والقائم على تعزيز الحريات وإرساء دولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد والنهوض بأوضاع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جانبها أشارت إلى أن نسبة لقبالي بلغت 57.8% مؤكدة أن أزيد من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة وفي انتظار النتائج الرسمية تحدث قبل قليلنا قيس السعيد الفائز في الجولة الثانية من الرئاسيات تحدث للصحافة في كلمة مقتضبة في كلمة المنتصر تحدث قيس السعيد عن تونس جديد منسج مع مبادئ وتوجهات ثورة الياسمين قال أيضا إن الدولة ليست أشخاص واع بحجم المسؤولية معنى الدولة بقوانينها وكل تشريعاتها تحدث أيضا قيس السعيد عن تجديد الثقة بين الحكام والمحكمين فيما عترف رجل المال والإعلام نبيل القروي بهزيمته أمام قيس سعيد قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وأربعة مدنيين في هجمات نفذها مقاتلون ينتمون إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا بنيجيريا في موقع عسكري على مشارف مدينة ميدوغورية لأتي هذا الهجوم على بعد أقل من 24 ساعة عن هجوم مماثل هذه المرة في بلد تونغوشي أدى إلى مصرع جندي واحد وثلاثة مدنيين ونعود اللحظة إلى الخبر الوطني تحت الصدمة ساكنة حيئنة البيضاوية تحت الصدمة على وقع فاجعة رمي أم لأطفالها الثلاثة من علو مبنى يتكون من أربعة طوابق والصغار هم الآن في مستشفى عبد الرحيم الهاروشي لتلقي العلاجات الضرورية ضمنهم طفل رضيع في عامه الأول وضعه حرج للغاية إلى حدود المساء شيماء العلان في روبرتاج يونس الحبشاوي هدوء هذا المبنى السكني بحي أنسي كسرته فاجعة وقعت منتصف نهار اليوم الأحد تتضارب بشأنها الروايات بين من يتحدث عن رمي أم لفلذات أكبادها الثلاث ومن يروي سقوطهم من سطح المبنى كنا في الدار هدوء هذا المبنى كنا نسمعوا خبات منطى سمعنا خطة اللولة خطة تانيس حملاحنا بوطة كفرق عاج من يبط نزنقى ما بطنزنقى ما بطنزنقى أنا تلاج الداري فدلس الجردق أنا دراري طيحي في الأرض قلت لها من سطح؟ من سطح؟ من سطح؟ ما الفوق؟ الدري من اللي فوق هنا؟ قال لي من اللي لحتنا؟ الأم ديانا اللي لحتنا من سطح؟ الدري فيقش شوية مجروح هنا في اسميته في الوجهة دياله والراضيع طيح ده يعني أنفاس ما كيناش هم إخوة تتراوح أعمارهم بين السنة والثماني سنوات نقلوا إلى المستشفى الجامعي عبد الرحيم الهاروشي وضعوا تحت المراقبة بقسم الإنعاج نظرا لوضعهم الصحي الحرج مول 8 سنين و 6 سنين الحالة الدماغية لهم مستقرة ولكن عندهم ضربات في الصدر وعلى مستوى البطن بالنسبة للدابة رهها مستقرة ولكن ما حتناشكم الأمور يمكن لها تطور بالنسبة للطفل الثالث اللي هو عنده سنة واحدة هذه الحالة دياله جد حريجة جد حريجة لأنه تبين على أنه عنده نزيف في الدماغ وعنده دماغ ديالهم خدع ضربات صعيبة وحتى اللحظة لا تعرف الأسباب الكامنة وراء هذه الفاجعة وتحقيق فتح من أجل الإحاطة بملابسات الحادث تستمر الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للتلاميذ المعنيون هنا هم تلاميذ التعليم الأولي والأولى ابتدائي والأولى إعدادي ثم تلاميذ المدارس العتيقة على أن تستمر هذه الحملة لأكثر من ثلاثة أشهر ولا تستطني البعد التحسيسي عبد السامة التعام من الراشدية 22 ألف تلاميذ بإقليم راشدية معنيون بحملة وزارة الصحة والتي تشمل الفحوصات الأولية واستكمال التلقيح وتشخيط الاضطرابات الحسية والنفسية والعصبية والاضطرابات النمو وحالة التوحد تتبع حالة صحية للتلاميذ والتي عندها ارتباط وثيق بجودة التعلمات وبتعلمات التلاميذ لأن أي وضع صحي غير سليم سينعكسه على أداء وتعلمات التلاميذ عملية تأتي في إطار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم وكذلك الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص المدارس العتيقة وتمتد مرحلة التشخيص لحوالي ثلاثة أشهر قبل التكفل بالحالات المرضية المندوبية قدرت 12 طاقام طبي يتكون مطابب وممرض وممرضة الهدف منها هو مراقبة صحة الأطفال في التعليم الابتدائي والسنة الأولى والسنة الأولى وكذلك المدارس العتيقة في جميع الإقليم باش ظروف صحية للتلاميذ تكون جيدة وما تكونش الأمراض المتنقلة ومن المرتقب أن تمتد الحملة الطبية إلى المناطق النائية وفي أجندتها بجميع المؤسسات التعليمية دروس للتوعية بأهمية سبول الوقاية كالحرس على النظافة صبيحة أحد مختلف في بعض شوارع الدار البيضاء والمحمدية لزمن بسيط خطوة ببعد بيئي يوم بدون سيارات فرصة للراجلين ومستعمل الدرجات الهوائية للاستمتاع بفضاء مختلف يخرج مدينة بحجم البيضاء من فوضى السيارات ويخفض من حدة التلوث في مدينة كالمحمدية عبد الحميد مرابط هكذا بدت بعض شوارع العاصمة الاقتصادية اليوم السيارة اختفت من التسعة صباحا إلى الثانية زوالا فسحتنا المجال للراجلين ومستعمل الدرجات العادية للاقتراب أكثر من الفضاء الحضري الذي بدأ أقل تلوثا هذا اليوم الذي ينظمه بمبادرة من شبكة جمعيات الدار البيضاء للبيئة والتنمية المستدامة تزامنا مع اليوم العربي للبيئة يروم التحسيس بخطورة تلوث الهواء الذي يكون مصدره عوادم السيارات وتحسين زودة الحياة بالفضاءات العمومية يوم بدون سيارة مبادرة ببعد بيئي وأنشطة ذات طابع تحسيسي للفت الأنظار للمشاكل البيئية والصحية التي تخلفها حركة سير العربات خاصة تلك المتعلقة بانبعاث الدخان والغازات والمسافة بين مراكش وكوريا اختسر ملتقى الثقافات والأذواق وعيا بمعطى المطبخ سفير الحضارات والفرصة سمحت لضيوف الملتقى بأن يتعرفوا على نكهات وأسرار المطابخ بـ 45 بلد الكوريون ضيوف الشرف شمال علام وروبرتاج من مراكش هبت نسائم هواء مراكش الحمراء معطرة بروائها أطعمة تجبرك على تذوقها داخل ملتقى الثقافات 45 مطبخا يروي كل منه بطبقه حكاية البلد الذي أتى منه لقد حرصنا على جلب مجموعة من المطابخ الدولية ليتسنى لنا إشراك الجميع في هذه التظاهرة وكي يتمكن الجميع أيضا من خلق فرص للتعارف في جو يسوده الود والصداقة والاحترام زوار الملتقى جاءوا كثيرا لهم يحصلون على نكهة المطبخ الكوري ضيف شرف النسخة الثانية مطبخ نرائحة أكلاته امتزجت بنكهات المطبخ الروسي والمغربي أيضا المطبخ الكوري معروف على الصعيد الدولي له فوائد صحية وهذا المهرجان يعتبر مناسبة للتقرب أكثر من المطبخ والثقافة الكورية ما بين اكتشاف ثقافات جديدة والاستمتاع بتضوق الأطعمة خليط مميز من الأطباق الشهية وعروض حية للطبخ قدمت أمام عشاق هذا الفن في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في المساء صلاح دين مزوار يستقيل من منصبه كرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد بلاغ لوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ضمن ما جاء فيه الحكومة تشجب التصرف الغير مسؤول لمزوار اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي ينعقد حاليا بمراكش لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المساء يمكنكم أن تتفضلوا بالولوج إلى موقع القناة أو تطبيق القناة بايدوزام لمزيد من الأخبار غدا بإذن الله يرافقكم في المساء يا هشام الغرفوي إلى المنطقة